اشتركوا في القناة احيى الطموحات مواطنين نحو قدن افضل تجسيدا لمتانة الروابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها يحرص جالة الملك المفدى بمشاركة اشقائه قادة دول المجلس لصنع القرار الخليجي المشترك الذي يصب في صالح تطوير المسيرة الخليجية المباركة والارتقاء بالعلاقة الاخوية جالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورؤيته في العمل الخليجي هادفة للبحث الجاد في كافة المتغيرات التي تهم مجتمعاتنا الخليجية لتحقيق امال وتطلعات الشعوب وكل ذلك من اجل مستقبل اكثر رخاء وتقدما ويأتي اجتماعنا بمملكة البحرين لبنة مباركة في بناء هذا الصرح الشامخ على مدى ثلاثة عقود من الاهتمام والعمل المتواصل لتحقيق تطلعات وامال مواطنين الكرام في ايجاد مظلة آمنة تعيش مجتمعاتنا في حماها من بعد الله سبحانه وتعالى العمل الخليجي المشترك بحاجة ملحة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنه وهو ما يحرص عليه دائما جلالة الملك المفدى لإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف ويرى جلالته أيده الله أن اجتماعات القادة الخليجيين تجسد وحدة الهدف والمصير المشترك وهي التي تأتي انطلاقا من المسئولية الكبيرة والدور الحيوي الذي يقوم به مجلس التعاون على مختلف الأصعدة إذ يؤكد جلالته أن كل قمة تعد فرصة مهمة للعمل على تطوير العمل المشترك والتوصل إلى أفضل السبل لتجاوز ما تواجهه بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تحديات تحتاج للتعامل معها بكل فاعلية إيمان الشعب البحريني برؤى جلالة الملك المفدى حفظه الله وراءه تقوده دوما للتفاؤل بالقمم الخليجية ومخرجاتها لتعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق مصالح شعوبه ويلبي تطلعاتهم في المزيد من التنمية والتقدم والرخاء اشتركوا في القناة